اشتركوا في القناة الذي يقال عنه المهدي المنتظر أقول وبالله تعالى التوفيق قد علق ناس كثيرون آمالا على المهدي المنتظر في كل زمان يخرج من يدعى أنه المهدي المنتظر وتعلق آمال كثيرين على هذا المهدي المنتظر ودعى كثيرون أنهم هم المهديون كم من شخص يدعى أنه المهدي ويخرج بطائفة على أنه المهدي يقاتل ظنا أنه سينتصر وكان من أقرب ذلك ما حدث في حرم الله الآمن من قصة الدعاء المهدوية التي ادعاها محمد بن عبد الله القحطاني وتبعه على ذلك جهيمان بن سيف العتيبي فكانت هذه مهزلة عظيمة جدا في حرم الله الآمن فهناك الدعية الدعية المهدوية لمحمد بن عبد الله القحطاني وحصل في الحرم سفق دماء عظيم كما هو معلوم وليس الحديث بشأنه إنما الحديث عن آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام لكن إشارة عرضية لدعوة المهدوية دعوة المهدوية هذه قد انتشرت في السودان بصفة كبيرة جدا يعني إن أحصينا تاريخ مدعي المهدوية في السودان نجد عددا كبيرا جدا من السودان ادعوا أنفسهم المهدوية وكان بعض ذلك أيضا في بلاد اليمن كم من شخص ادعى المهدوية في بلاد اليمن ادعى أنه المهدي المنتظر وبعدا عن هذا كله فإن أذكر بأنه قد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث بشأن المهدي المنتظر وليس فيها كلمة المنتظر طبعا إنما يقول المنتظر باعتباره ينتظر ورد في شأنه من الأحاديث ما يحسن بمجموع طرقه أو يصحح بمجموع طرقه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقضي الأيام والليالي حتى يخرج رجل اسمه يواطئ اسمي يعني اسمه محمد كاسمي واسم أبيه يواطئ اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدا بعد أن ملأت ظلما وجورا لا تنقضي الأيام والليالي حتى يخرج رجل يواطئ اسمه اسمي ويواطئ اسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدا بعد أن ملأت ظلما وجورا لا يوجد تنصيص بأنه المهدي نعم ورد في بعض الطرق التنصيص على أنه المهدي لكن لمتكلم أن يتكلم في التنصيص على أنه المهدي عندما الإجمالي أنه رجل صالح اسمه يواطئ إسم النبي صلى الله عليه وسلم وإسم أبيه يواطئ إسم النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بعض أوصافي كأنه أزل الجبهة أجل الجبهة والأنف وفي بعض الأساند مقال إلا أنها كما أسلفته تحسن بمجموعة طرقها غاية الأمر أنه رجل صالح اسمه يواطئ اسم والد النبي يواطئ اسم النبي واسم أبي يواطئ اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم هذا الذي ذكر أنيشا في أبي داود وفي كتب بعيد عن الصحيحين لم يرد في البخارية ومسلم أي شيء عن اسم المهدي المنتظر هذا إنما الذي وارد في البخارية ومسلم حاصله كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم في بعض الطرق فيقدم المسلمين عيسى عليه السلام كي يصلي بالناس فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم بل بعضكم على بعض أئمة تكرمة الله لهذه الأمة فبعض العلماء يقولون هذا المهدي هو الإمام الذي يأم الناس في زمن عيسى صلى الله عليه وسلم وليس هذا في الأحاديث ليس هذا في الأحاديث أنه الإمام الذي يأم الناس في زمن نزول المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم ونوقن أن المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم سينزل آخر الزمان كما قال الله تعالى وإنه لعلم للساعات فلا تمترن بها أي نزول عيسى صلى الله عليه وسلم من السماء علامة على اقتراب يوم القيامة وإنه لعلم أي نزول عيسى عليه السلام دليل على اقتراب يوم القيامة وإنه لعلم للساعات فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقصطا عادلا يقتل الخنزير ويفسر الصليب ويضع الجزة ويفيض المال حتى لا يقبله أحد فالشهد من هذا أن عيسى عليه السلام سينزل وإمام المسلمين منهم فيأتي علماء المسلمين يأتي الناس أهل الإسلام يقدمون عيسى عليه السلام يصلي بهم فيقول عيسى عليه السلام بل بعضكم لبعض أئمة تكرمة الله لهذه الأمة وينزل عيسى عليه السلام يقتل الدجال عند باب لد كما ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى هذا الذي قاله بعض العلماء أن هذا هو المهدي يعني للمعارض وجه المعارض يقول ما سمي هذا المهدي في حديث النبي وذلك حتى ينفي التزامن بين خروج المهدي وبين خروج نزل عيسى وبين الدجال إنما الحديث الذي فيه بعض التنصيص على المهدي أنه لا تنقضي الأيام والليالي حتى يخرج رجل يوضع اسمه اسمي واسمه أبي اسمه أبي في بعض الطرق من حسين أبي سعي الخدري أنه المهدي ورد حديث سلد فيما يبدو أنه صحيح وحديث إذا رأيتم من رأيات السود مقبلة من خرسان فإن فيها خليفة الله المهدي لكنه حديث معلول منكر أعله أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى وغيره من الأمة هذا مجمل يا إخوة ما ورد في المهدي وكما أسلفته لم يرد للمهدي ذكر لا في البخاري ولا في مسلم والأسنيد متكلم له أن يتكلم فيها لكن بمجموعة طرقها تحسن أو تصحح أما تزامنه مع عيسى عليه السلام وتزامنه مع المسيح الدجال تزامنه مع المسيح الدجال وتزامنه مع عيسى صلى الله عليه وسلم فليس بصريح في الحديث وبالله تعالى التوفيق هذا وقد نسج ناس آملا عظيمة على خروج المهدي وكل يتربص خروجه وللشيعة أقوال كثيرة في المهدي المنتظر عندهم يختلف عن مهدي السنة فهم يقولون ينسبون ذلك إلى السيد العسكري وإلى غيره في قصص لا أسانيد لها البتة وانتظرون وينشدون الأشعار هلما يا مهدي خرج طال انتظارون يا مهدي كسر الظلم وينسجون أقوالا كثيرة ومن أسس معتقداتهم خروج العسكري أو المهدي من السرداب قصص لا تستند إلى دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نتحفظ كثيرا في هذا الباب ولا نقض فيه قوضا كثيرا لقلة المادة العلمية الوردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعني المادة العلمية الثابتة الصحية ولف الأقوال أحديث كثيرة جدا كلها تالفة جلها تالف ما يكاد صح إلا الذي قد ذكر وبالله تعالى التوفيق أولفت عدة رسائل في المهدوية والمهدي المنتظر وأسماء من الدعوة المهدوية حملني على هذا أنه المهدي ذكر في بعض الطرق أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقضي الأيام والليالي حتى يخرج رجل من أهل بيتي اسمه يواطي اسمي واسم أبي يواطي اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملأ ظلما وجورا هذا وحملنا على هذا أيضا الدعاءات المهدوية الكثيرة لأن الناس كثيرا ما يستغلون حب آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ذريعة للوصول إلى مآربهم المفضية إلى أمور شتى من الإبتلاءات إلى أمور شتى من الإبتلاءات فهذا باختصار ما جاء في المهدي المهدي ولمنازع أن ينازع في صيبوت هذه الأسانيد أيضا كما أسلفت إلا ما في البخاري وفي مسلم كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم هذا الذي ورد في الباب الذي لا يستطع تضعيفه إنما التنصيص على اسم المهدي يصحح بمجموع الطرق أو يحسن بمجموع الطرق هذا وبالله تعالى التوفيق وصل لهم على نبينا محمد وآله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة